هذا سلمك الله كتاب جميل جداً هذا الطبع الرابع الآن بين أيدينا الطبع الأولى خرج والثاني والثالثة وصاحبها يتعاهد الطبعات هذه بالسيادة والإضافة والتعديل حتى أنه في هذا الطبع يقول زارت أشياء كثيرة عن الطبع الأولى يعني أول مخاد هو أراد أن يبين كيف كان عبد الله سلم يربي الأطفال أطفال المسلمين بدءاً بمراحل الأولى إلى كل لنقسمه إلى مراحل يعني كل مرحلة جعلها فصل مثل المرحلة الأولى جعلها من الطفل وهو حمل بطن أمه إلى سن الثالثة والفصل الذي بعده من سن الرابع إلى سن الثامنة والذي بعده من الثامنة إلى الثاني عشر والذي بعده من الثالث عشر آسل إلى الخامس عشر ثم إلى الثامنة عشر هو قسمه إلى مراحل كل مرحلة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أبناء المسلمين كيف كان يربيهم له كان يعتني مثلاً في هذه المرحلة بقضايا معينة بهذه المرحلة بأشياء معينة وبهذا الطب الطريقة حاول أن يجمع ما ورد في سنة في الباب ويأتي بكرم أهل العلم ويبين بطريقة تربية ممتازة جميلة جدا مفيدة في الباب سماه أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ويليه بعد ذلك هو وضع منهج تعليمي لطلبة العلم حتى إذا أخذ كيف يربون الأطفال أيضا من تأليف خين الحبيب فضيل الشيخ جمال عبد الرحمن هذه الطبعة الرابعة فيها زيادات وإضافات وهو قد استغنى يقال أن اقتصر على أحاديث الثابتة من صحيحة وحسنة وشيء من ذلك واستغنى عن الطائف تماما إلا يقول في مواضع لأجي التنبيع عليها لأنها يكثر تدولة في المكان المذكور يعني في الباب المذكور أو في الناحة المذكورة وهو وفقه الله حاول أن يرقم المسائل المهمة التي اعتنى بها على سلم شوف ترقيمات متسلسلة شفت على لها رقم متسلسل الآن مثلا يؤدبهم صلى الله عليه وسلم على ألا يغيظ بعضهم بعضا وبخاصة الجار ويبدأ يذكر لك الأدلة على ذلك أو ما ورد في هذا الباب ثم يذكر لك مثلا مواقف في هذا الباب شيء من ذلك شو ها هذا الثالث والتسعين يوصي أن يحسن بالبنات ويبين منزلتهن في الإسلام هذا شوه لما يتم رحلة معينة وقس على هذا كل فصول الكتابها الطريقة ختمها وفقه الله بوصايا لقمان لابنه وشرحها وبينها أو الحق ببعض وصايا غيره أيضا لكنها أطال فيها هو في هذا الباب الكتاب من إصدارات دار إلاف الدولية بالكويت وفقهم الله